اهلا بكم هنتكلم النهاردة بقى على حاجة تاريخية شوية معلش سامحوني النهاردة عايزين نعرف ايه نظرية اللي بانى عليها كلمة البترول او الكرود اويل هم ايه ناس ميتين يعني وبرعا عن شوية حيوانات ميتة او بنقادمين ميتين وتلع من انهم بترول يعني ولا ايه بالزبط فهنا بس عايزين نوضح الصورة ديت احنا كناس علميين ونفهمها كويس وبعد كنا نتنقل الخطوة اللي بعديها على عملية التكرير والخطوات التكرير بتاعة الاويل طيب اول نظرية اتعملت في البترول اللي هي ناصرية وصول الزيت الخام دي اول نظرية اتعملت طبعا مندليدف اللي هو عمل جدل الدوري عارفينه كلنا طبعا سنة 1876 من ثلاث كرون ما شاء الله قال لك اصل الزيت هو عبارة عن كربيدات المعادن على فكرة كلمة كربيد كربيد يعني كربون بصوا انا عايزين نتعلم حاجة كويسة قوي شوفوا انا عندي CH4 ديت بنسميها ايه بنسميها مسان مش كده CH3 بنسميها ايه مسايل CH2 بنسميها مسيلين CH كربين شوف التسميقات ازاي طيب دي عشان نعرف كلمة كربين طيب كلمة كربين دي بقى او الكربون الكربون هنا تكافؤه كام تكافؤه رباعي ولا سلاسي رباعي طبعا طيب طيب هو قال لك مندليد قال لك هو عبارة عن ألمنيوم كربايت طبعا هنا الكربون رباعي والألمنيوم ايه سلاسي هو عبارة عن ألمنيوم كربايت كم نفون في بطن الارض اتحاد مع 12 جزء مية وكوّنوني ألمنيوم هدروكسايد وCH4 امسك ايه دي اول حاجة اول حاجة منتكلم فيه على الهيدروكاربون الله طيب الحاجة التانية كالسام كاربايت اتنين مية كوّنه كالسام هدروكسايد سيبك منه كوّنني أسترين يبقى هم دول أصل الزيت الخام ايه ده حاجة غريبة جدا هل احنا زيت الخامة هنتكلم أه فيه مسان بس هل فيه أسترين لا طبعا النظرات دي سنة كامة 1876 النظرات اللي جاب بعد كده النظرات اللي جاب بعد كده الاعتراض ده طبعا الأهم اعتراض عندي أهم اعتراض سيبك منتو من الكاربيد طبعا هو طبعا أهم حاجة لا توجد أثار لكاربيدات المعادي زائد فوق ده الأسترين جابوا منين جاب الأسترين منين يما فيه حاجتين مفيش أثار لوجود كاربيدات المعادن فاشف عنها زائد ولقوا عناصر أخرى غير الكاربيدات لقوا فيه ناتروجين وفيه كابريز زي ما احنا تكلمنا فيه تركيبة كيميائي للبترول في أول جدور في أول محاضرة خالص طيب ما لقيه بعد كده النظرات التانية اللي جت جت على نظرات أنجلر سنة 11 1911 وهي أصل الزيت الخام أصل الزيت الخام هو عبارة عن تحلل بيولوجي لبقايا النباتات والحيوانات والتحارب تحت ضغط ودرجة حرارة بيولوجي شوفوا عشان نبقى عارفين كويس أي جسم بشري أو حيواني أو حتى نباتي يعني كائن بيولوجي أي كائن بيولوجي تحت درجة حرارة عالية هنرسل هنرموز للكائن البيولوجي بقار مع درجة حرارة مع ميا موجودة ببطن الأرض زائد ضغط عندي اللي بيكون بيكون عندي كاربون بيكون محشور سواء بقى كاربون ده هل هو عبارة عن كاربون ديوكسايد ولا عبارة عن 2 كاربون مع بعض ولا هو عبارة عن 3 كاربون مع بعض وهكذا وبيفضل على مرور السنين على هذه الصورة طيب نيجي بعد كده طب هل النظرية نجحت في تفسير الموضوع ده طبعا ليه إن أي تحلل مادة عضوية من نباتات وحيوانات باستخدام بصوا بقى هنا بكتيريا بتديني غاز ميسان هذه أول دليل أي ولو وجد كابريت أثناء عملية التخامر دية في الصخور طبعا في بطن الأرض بيكون كابريتيد الحيدروجين هذه الدليل الثاني وبعد كده السينيوكسيد كاربون اللي احنا نكلمنا عنه في أول مرة بيترطب عليه أحمد كاربوكسلية وكاربون ديوكسلية البترول متواجد فين؟ أبعد من الأبار بتاعت المية يعني لو أنا بحفر بير كده في التربة أول حاجة بعدي عليها أبار المية بعد كده أبار بترول ربنا عز وجل شوفوا خلاقها إزاي؟ يعني عمرنا كان بير البترول يجي فوق وبعد كده بير المية ما حصلتش، مش موجودة فدي الحمد لله بركة من ربنا عز وجل إنه أخلى بير البترول أبعد بكتير من بير المية واخدين بالكم عشان ما يحصلش عملية اختلاط لمياه الشرب التالي طيب دي النظرية التانية طيب، عايزين نتكلم شوية بقى يعني الكيميائين التكرير البترول عملية الريفاينينج الريفاينينج بيقوم على ثلاث عمليات أساسيات إيه هما؟ العملية الأولى عملية فصل بعد كده تحويل بعد كده معالجة أهم حاجة الفصل والمعالجة هم دول اللي بيكلفوا فلوس كتير قوي الاتنين دول ليه بقى؟ هنا عملية الفصل يعبر عن تكتير تجزيء استخلاص بالموذيبات تبريد طيب إيه ده؟ أنتو عارفين ليه تكتير تجزيء طبعا أنتو أساسة في الموضوع ده ليه؟ أي تكتير تجزيء يقولك يا حبيبي عندنا مية وكحول وعازين نفسرهم من بعض نفسرهم إزاي؟ هتقولي والله يا دكتور هنجيب بفلاسكا ونحط فيها المية والكحول ونجيب كندنسر ميل كده والناحية التانية فيها كندنسر تاني ونغلي من أول واحد يطلع في الغليان؟ الكحول عاش درجة حرارته كام؟ 78 أما المية درجة حرارته كام؟ 100 فاللي نستقبله هنا دائما كحول فده اسمه تكتير بسيط ما لقيه تكتير تجزيء لما يكون عندي أكتر من مادة عندي A وعندي B وعندي C وعندي D وكلهم موجودين في كونيكا الواحد أو في مكان واحد طبعا بيختلفوا في عملية البويلينج بوينت فعش كاسم منها تكتير تجزيء لفصل عدة مراكبات من بعض طب والاستخلاص بالموذيبات في بعد ما يحصل التكتير ممكن تبقى حاجة قريبة في البويلينج بوينت من بعض يعني مثلا حاجة 78 درجة مقوية والحاجة التانية 80 درجة مقوية صعب جدا فصلهم فمنضطر أن نستخدم موذيبات عضوية عشان نفصلهم عن بعض نتيجة تقارب البويلينج بوينت مع بعض الله طب والتبريد إيه اللي دخل التبريد في الموضوع آه يعني عندنا درجة حرارة التبريد مختلفة زي مثلا غاز الناتروجين وغاز الكربون ديوكسايد ده مينس 80 وده مينس 40 ففيه فرق كبير جدا في عملية التبريد أقدر أفصل كربون عن ناتروجين بالتبريد فإنا بتوقف على طبيعة المادة لنا هستخدمها طب في عملية التحويل أنا لابن لاجي أحول بيهمني أنا مثلا حولت الكربونتين أو ثلاثة أو أربعة بس أنا عايز أحصل على الكربونة واحدة أعمل إيه فلازم ألتجي للتكسير الحراري وبعد كده طب أنا حولت الكربونة واحدة والكربونة الواحدة دي لها كذا صورة يعني مثلا فيه كربونة CH4 مثلا يعني وكربونة ثانية CH3 مثلا كده مثلا أنا بقول مثال وعايز أفصله من بعض فبطل لألجأ لإستخدام الموذيبات أو عايز أحول الكربونة الواحدة دي أو ثلاثة كربونات دول أو الأربعة أو الستة أو ثمانية لبوليمر يعني مركب متعدد من عدد الكربونات زي البلاستيك فده عملية تحويل يعني هنتكلم إن شاء الله على البلامرة بالتفصيل هنتكلم على التقطير التجزيئي هنتكلم مش هنتكلم على استخلاص بموذيبات وتبريد إن هما مش درجين قوي بس هنتكلم على الاتنين دول عشان مهمين ودول اللي بيفرقوا بلد عن بلد بلد عن بلد في إنتاج البترول بتفرقهم عملية المعالجة كده هنقف على الجزء الثالث الجزء الرابع إن شاء الله هنتكلم على الحاجات اللي احنا قلنا عليها بالتفصيل إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله